وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى بغداد اليوم في زيارة لم يعلن عنها مسبقا للقاء قادة عسكريين أمريكيين ومسؤولين عراقيين لبحث الحرب على تنظيم داعش وقالت مصادر أمريكية إن كارتر سيلتقي برئيس الوزراء حيذر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي وسيناقش المساعدات العسكرية الإضافية التي يمكن للولايات المتحدة تقديمها للعراق من جانبه قال كارتر إن واشنطن ستدفع بقوات إضافية ومروحيات لقتال تنظيم داعش في الموصل مشيرا إلى منح واشنطن أكثر من أربعمائة مليون دولار لمساعدة قوات البشمرقة في حربها ضد تنظيم داعش إلى ذلك عد نواب زيارة وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر ضمن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لسير العملية السياسية وفرض الشروط ويعاقة مسيرة الإصلاحات على حد قولها على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكوف عن تدخلها في داخل العراق اليوم النواب الذين اعتصموا في قبة البرنامان يمثلون جميع الكتل السياسية بدون استثناء والقرار هو قرار عراقي لا دخل لأمريكا وغير أمريكا فيه أنا أعتقد أن كل الدول التي عندهم موضوع أهمية أعطاهم أهمية بموضوع لمحاربة الداعش والإرهاب سوف يهتمون بموضوع العراق ويهمهم الاستقرار وضع في العراق فلذلك قد تكون لهم يقلقون على الوضع العراقي الحالي والذي يجري في منص النواب وفي الشارع أيضا لكن كيفية وصول للمعالجة نحتاج كل المساعدات الدولية لكن يبقى الإرادة الذي يقرر الوضع في العراق أن يبقى إرادة عراقية لا يمكن تدخنهم بالشأن العراقي لأن هذا الشأن داخلي ولا نسمح بتدخل أي سفارة أو أي دولة بهذا الشأن واستكمالا لموضوع التطورات العسكرية ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من أربيل سيد زهير الجبوري المتحدث باسم الحجد الوطني في نينوى مرحبا بك سيد زهير حدثنا عن انطلاق المعركة اليوم وما أعلن عنه وإضافة إلى تحرير بعض المناطق والاتجاه في هذه المعارك إلى الموصل بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الساعة 430 صباحا انطلقت غارة باتجاه منطقة الناوران ومنطقة باريمة كان المنفذ الرئيسي والوحيد هو قوات الحجد الوطني ولكن لا ننسى الدور الرئيس والمميز لإخواننا في البيش مرقة الذين عاونونا وساندونا وكانوا خير عون لنا بحيث أنه كان دعمهم مستمر حتى انتهاء الواجب وكذلك اشترك في هذه العملية قوات التحالف الدولي اللي هي قوات الأمريكية جويا وكذلك القوات التركية باسناد مدفعي برمي تجمعات داعش حيث أن داعش حاول عدة مرات وآخره كان بعد الساعة 1510 من بعض ظهر هذا اليوم بزج مجاميع إرهابية وإمدادات لغرض التقدم باتجاه المناطق المحررة ولكن كان المدفعية وقوات الحجد الوطني بالمرصاد لهم القوات المدفعية متمثلة بقوات البيش مرقة وقوات التركية كان هذه المجملة العملية أنه إيقاع الخسائر بالعدو وفي نفس الوقت الاستلاع على كمية كبيرة جدا من الأسلحة ورفع الألغام والعبوات الناسفة والمناطق المفاخقة ثم عادت القوة قبل قليل إلى قواعدها السالمة والحمد لله سيد زهير تزامنت هذه العملية العسكرية مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى العراق اليوم وهي زيارة غير معلنة عنها هل هناك علاقة بين هذه الزيارة وبين ما حقق اليوم على الأرض وانطلاق هذه العملية العسكرية وإلى أي مدى ستؤثر هذه الزيارة على معركة تحرير الموصل وعمليات الحجد أيضا الوطني سيدتي لتعلمي أنه من يعمل في تلك المنطقة هم اللاعبين الثلاث الرئيسين قوات التحالف الدولي وقوات البيشمرقة والحجد الوطني وكذلك إضافة إلى غرفة العمليات المشتركة حيث أنه الكل تعمل كفريق عمل واحد العمل العسكري نعم كان مهم جدا أنه يتوفر فيه عنصر المباغة بحيث أنه تم بعنصر المباغة إيقاع خسائر كبيرة جدا في العدو لم يكن يتوقعها حيث أن العملية تمت بسرية تامة الحجد الوطني هو من تقدم إلى منطقة الناوران ومنطقة باريمة وتم رفع العلم العراقي فيها طيلت تواجده طبعا الغارة هدفها إيقاع خسائر بالعدو كذلك الاستيلاء على الأسلحة والمعدات والتجهيزات ومنع العدو من العمل بحرية وكان أكثر هذه الأسلحة والأجهزة يستخدمها في التعرض لقواتنا وقطعاتنا المتوجدة في تلك المنطقة طيب سيد زهير الحجد الوطني وهناك إشاعات عن هذا الموضوع تفضل تفضل نعم سيد زهير الحجد الوطني ومن خلال تسريبات لدينا بعض المعلومات عنها يقال أنه سيستعين بالتحالف الإسلامي إذا لم تقم الحكومة العراقية بدعمه في هذه المعركة ما مدى دقة هذه المعلومات سيدتي نحن نرحب بكل جهد ممكن أن يصب في تحرير محافظة نينة وأتمنى لو تعطيني دقيقتين فقط أو دقيقة لكي يبين لك يا أمر أنه نحن نستعين بهذه القوات بسبب تخلي الحكومة المركزية عنها قبل قليل أنا أشاهد نشرة الأخبار التي تفضلتم بها مشكورين أنه هناك اعتصامات وهناك نواب ووزراء والكابينة الوزارية وما إلى ذلك من هذه الأمور أنا أعتقد أنه اليوم البيت يحترق والأخوة الغرماء هم يريدون التقاسم فيفترض بهم قبل أن يتقاسموا هذه الكعكة أو هذه الكابينات الوزارية يفترض بهم أولا أن يقومون بإطفاء الحريق في هذا البيت ثم بعدها يقومون بالاختسام اليوم أوجه رسالة عن طريق قناتكم الفضائية الغراء بأنه اليوم إن كنتم صادقين في تعاملكم تعالوا لنعمل سوية لنحرر مدننا من احتلال داعش إذن ولديق الوقت سيد زهير أنت تؤكد هذه المعلومة نعم ولديق الوقت لو سمحت إذن أنت تؤكد هذه المعلومة عن ربما استعانة الحجر الوطني بالتحالف الإسلامي نعم أنا أؤكد هذه المعلومة ولكن لا أتمنى أن تعلمي شيء أنه ليس هي فقط القوة التي تحتاجينها هي فقط قوات أرضية ممكن أنه يكون معلومات أو دعم لوجستي أو أسلحة متطورة أو غيرها هذا الدعم شتى أنواع الدعم والمساعدة وإنما نحتاج إلى أسلحة واعتداء نعم شكرا لك أستيد سهير الجبوري المتحدث باسم الحجر الوطني كنت معنا عبر الأقمار الصناعية